اشتركوا في القناة مش بالطريقة اللي انتم متعودين عليها لا رح يكون فيها ايجابيات ومغريات اعيشك بهم ولا رح اعطيكوا سلبيات ودمركوا واخليكوا تحبطوا التوقعات السنة رح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليومية اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسية من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفية من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكو ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي انتو بدكو يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناها برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناه وبيأثر على ايش افضل الاوقات لالو اسوأ الاوقات لالو الافضل الاوقات اللي احنا منقول لكم مميزة هاي رح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها رح نحكيها فعشان هيك بتطلب ورقة وقلم عشان انتو تسجلوا ما رح اعيشكو بوهم ولا رح احكي لكم اي اش بوهم اللي احنا منحكيه عبارة عن علم مبني على حسابات بدون اي فزلكات بدون اي اوهم ولا انت احسن برج وانت بدك تتجوز وانت بدك تطير وانت بدك تسافر وانت هذا الكلام لا احنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الابرج وفي نفس اللحظة تواريخ زي رزنامة تستغلها بدون ما ترجع لا اي فلكي وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها انت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لا اليك لحالة خاصة فيك اذا اخدت التواريخ زي ما انا رح اذكرها وبنفس الطريقة اللي رح اذكرها اعرف انه انت باذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة للك فعشان هيك يا ريت انه انتو تركزوا ممكن تطلب تسمعها مرة او مرتين حتى لو طلبت انك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم اذا عجبك المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط اللي ديس لايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي اش انت بدك يا انت حر خلينا ندخل على التوقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم المقدمة هاي هاي المقدمة رح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشيء برجهم وطالعهم ايه بنطبق عليهم وبنطبق على هدول فخد انت الجهتين ما انه علاقة في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج المش النازل والطالع هذا ما انه فيه انه برجك الشمسي وطالعك الشمسي لما احكي الحمل موليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الاسد برجهم الاسد وطالعهم الاسد هم اللي بستفيدوا عن هاي الامور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك ما عرفت فيه في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك فيه موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني أنا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج الجدي طبعا بالنسبة للجدي أول ما بنا نحكي بنا نحكي عن البيت الأول البيت الأول اللي هو هذا البيت اللي أنت بتبدأ عامك الجديد فيه هو بيت قوي للشخصية والمظهر الخارجي وطريقة التعبير عن أنفسنا اتجاه الغير وبرضو في نفس اللحظة نظرة العالم أو الجنس الآخر لا إلنا طبعا من بداية العام لغاية واحد اثنين هاي فترة قوية لا إلك ومن خمس احد عشر وحتى نهاية العام فترة قوية لا إلك طبعا وجود الشمس من بداية العام لغاية تسعة عاش واحد كل ما أجع عيد ميلادك كل ما كانت الفترة إلك أقوى وأحسن ومن واحد وعشرين اثناش وحتى نهاية العام ونفس الشيء الآن الحضوض بتلعب دور كبير معك على المستوى الشخصي بتحس إنه في رونق أو طاقة عالية بتكون عندك هي من ثمانية واحد لغاية واحد اثنين ومن خمس احد عشر لغاية تسعة عاش اثناش اللي هي فترة وجود الزهرة في هذا البيت بدك تحذر شوي من بعض الارتباكات اللي ممكن تصير معك أو العصبية أو الحدية أو التقلب الشخصية عندك أو العصبية في بعض الأوقات اللي هي فترة تراجع الزهرة في تسعة عاش اثناش حتى نهاية العام وفترة تراجع بلوته رح يأثر على موليد العشرية الثانية بشكل كبير من سبعة وعشرين أربعة لغاية ستة عشرة أما بالنسبة للبيت الثاني هو بيت المال اللي هو طبعا كل شخص بهتم فيه بقولك أنا إم تتحسن الأمور المالية أو الأوضاع المالية أو تجيني فرص مالية بيت المال هو اللي بهمك الممتلكات والأموال مكاسب المادية الروحانية المؤسسات المالية البنوك المعادن الثميني وما يتوجب علينا استثماره والإنتاج وردود أفعالنا اتجاه الظروف المالية زي تزديد الديون أو تسكير ديون أو أشياء من هذا القبيل طبعا الفرص راح تكون هي من بداية العام ولغاية أربعة عشر خمسة ومن ثمنتاش عشرة لغاية تسعة وعشرين اتناش بسبب أنه المشتري موجود وبرضو زحل موجود يعني بمعنى بدك تكون حذر وتنتبه للكلام اللي أنا راح أحكي الآن الشمس وجودها من تسعة وعشر واحد لغاية ثمنتاش اتنين راح تعطيك فرص وقوة الفرص راح تجيك بفرص مالية هي من واحد اتنين لغاية خمسة وعشرين اتنين راح تعطيك فرص وتجيب لك فرص مالية ومكاسب من عمل إضافي مستردات دعم هدايا هبات كل الأمور ممكن أنها تصير المشتري راح يدعمك بشكل كبير كل موليد برج الدلو من بداية العام وحتى أربعة عشر خمسة ومن ثمنتاش عشرة وحتى نهائي يعني تسعة وعشرين اتناش راح يعطيك فرص ولكن في فترة راح يتراجع فيها المشتري طبعا زحل راح يأثر على موليد العشرية الأولى فقط انه بشكل سلبي يضغطهم أو يعمل لهم امتحانات أو يخلي فيه صعوبة أو يقلل من الحضود من بداية العام وحتى ثلاثة وعشرين خمسة ومن احد عش عشرة حتى نهاية العام الآن فترة التراجع اللي راح تصير للمشتري اللي هي من ثمانية وعشرين سبعة لغاية ثمنتاش عشرة راح تنضغط ماليا ويصير عندك متطلبات مالية أو مصاريف أو رغبة بانك تشتري أشياء انت مش بحاجتها أو تجيك مصاريف من تحت الأرض في هذا التاريخ من ثمانية وعشرين سبعة لغاية ثمنتاش عشرة كأنه تخلى عنك الحظ وبرضو فترة تراجع زحل راح يأثر بشكل كبير على موليد العشرية الأولى فعشان هيك من ثلاثة وعشرين خمسة لحد عش عشرة هاي فترة برضو راح تكون ضاغطة ماليا ويجي فيها نوع من أنواع المصاريف تراجع طارد اللي راح يصير برضو في نفس البيت يوم من ثلاثين واحد لواحد وعشرين ثمان برضو راح يخلي في بعض الاضطرابات المالية عشان هيك انتبه للتواريخ اللي حكينا عنها إيجابية واستغلها اللي هي من واحد اثمان لخمسة وعشرين ثمان يعني صحيح في تراجع طارد ولكن الزهرة ابتدعمك بشكل قوي في هذا المكان بالنسبة للبيت الثالث اللي هو أقوى البيوت بالنسبة لا إلك وحليف لا إلك اللي له علاقة بالسفر القصير والتنقلات والاتصالات زي التليفونات أو الكمبيوترات أو التواصل أو الرسائل وسائط النقل زي السيارات مثلا الاستراد والتصدير الدراسة أو الدراسات لطلاب اللي ما دون الجامعة الهوايات والامتحانات الجيران وعلاقتك مع الجيران الشراء والبيع والعلاقة ما بينك وبين الإخوة والأخوات والأقارب المقربين لا إلك والمقربين من الأصدقاء هاي الفترات بتنشط عندك وبتصير قوية اللي هي من 18-2 لغاية 4-4 ومن 14-5 لغاية 20-6 ومن 29-12 ولغاية نهاية العام طبعا وجود الشمس في هذا المكان من 18-2 لـ 23 رح يعطي قوة في هذا المجال رح تنشط كثير وباتصالاتك وحركتك وفرص قوية جدا رح تكون عندك حتى بالسفريات والأقوى لها رح تكون فترة وجود الزهرة اللي هي من 25-2 لغاية 21-3 اللي محتمل يجيك سفر مثلا أو مثلا تنجح بصفقة معينة أو قدرة على الإقناع بتكون عالية جدا لدرجة أنه بتحقق كثير من المكاسب من هذا البيت وجود المشتري من 14-5 ولغاية 20-6 رح يدفع بشكل قوي لموليد العشرية الأولى ويجيب لهم حضوض ومن 29-12 وحتى نهاية العام رح يعطيهم فرص بدك تحذر فترة تراجع المشتري شوي بتتشتت يعني بكون فكرك مش ثابت 100% هي من 20-6 لغاية 28-7 الوسواس رح يتخلل لك في بعض الأوقات فحاول أنك أنت برضو أنك تنتبه من تراجع نبتون اللي هو من 25-6 لواحد 12 يعني شغلة وسواس قلق خوف تفكير الزيادة أحلام أوهام وساوس شغلات زي هيك بس ما رح يأثر بالتأثير القوي أما بالنسبة للبيت الرابع هو بيت مش قوي كثير ولكن هذا بيت بيت له علاقة بالعائلة هو برج الحمل والبيت الرابع تبعك فهو شوي بيأثر عليك على أمور الها علاقة بالبيت بالعائلة العقارات تطلع من سكن تنجل لسكن جديد أو تشتري عقار جديد الطفولة محل الإقامة حيازة الأمتعة الأثاث والحياة العائلية زي أفراح أو مناسبات أو مشاكل ومرضو هذا البيت بدل على الأب طبعا من عشرين ثلاثة ولغاية تسعة عشر أربعة رح يكون اهتمام كبير على البيت على ديكور شراء بيت ترحيل من بيت أو انتقال من بيت يعني أو استثمار بالعقارات الشمس بتلعب دور كبير من عشرين ثلاثة لتسعة عشر أربعة ولكن قمة الحلوض اللي ممكن تستغلها من واحد وعشرين ثلاثة لأربعة عشر عشر أربعة احذر طبعا فترة وجود المريخ اللي هي من الآن حتى سبعة واحد طبعا بالنسبة للبيت الخامس وهو من أقوى البيوت حضوضا وهو من البيوت اللي الكل بيستناها برضو هو بيت العاطفي والحظ بيت المقامرة والترفيه والمصرات والأولاد الفن وبرضو بدل على الذات وعلى التجارب الجنسية والرغبات والشهوات المادية والمضاربات المالية طبعا هذا احنا بنسميه بيت الحضوض المطلقة أو بيت العواطف ممكن واحد يبدأ علاقة غرامية أو يبدأ بمرحلة تطوير علاقة عاطفية إلى مرحلة الخطبة أو شغلات زي هيك هي من 14 أربعة لغاية 20 خمسة أقواها هي من 19 أربعة لعشرين خمسة وجود الشمس ولكن القوة الأكبر بتكون من 14 أربعة لغاية 9 خمسة اللي هي وجود الزهرة في هذا البيت بدك تحضر من الخلافات ما بينك وبين الأحبة أو ما بين الأمور اللي احنا ذكرناها وما تبالغ بملذاتك وشهواتك وحتى بالترفيه والمقامرة اللي هي من 7 واحد لغاية أربعة ثلاثة يعني تراجع أورانوس بأثر شوي على هاي الأمور من 14 واحد لعشرين ثمانية ولكن مش بالقوة اللي من بداية العام لأربعة عشر واحد ومن عشرين ثمانية وحتى نهاية العام برضو خسوف القمر الجزئي رح يكون يوم 19-11 رح يأثر عليك بشكل كبير بدك تنتبه ما تعمل خلافات مع الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس طبعا هذا البيت مش جيد يعني هو جيد للعمل ولكن مش جيد للصحة ممكن للصحة للتشافي أو للعمليات اللي بتكون اضطرارية أو للعلاجات الاضطرارية هذا بيت العمل والصحة والخدمات والطعام والحيوانات الأليفة والحاجات اليومية والمسؤوليات ومسؤولياتك مثلا اليومية المهام والتغذية والحماية وعلم الطب وملحقاته اللي هي الأمراض أو المراقبة أو تشك مثلا تعمل على نفسك الأمراض العابرة الحوادث اللي يمكن أنك تتعرض لها طبعا هاي الفترات الإيجابية رح تكون من 4-5 إلى 21-6 ومن 22-6 إلى غاية 11-7 الشمس رح تتواجد في هذا البيت شوي رح تتعبك ممكن تأثر على عملك أو تضعك في بعض الامتحانات هي من 20-5 إلى 21-6 أما الحظوظ اللي ممكن تجد فرصة لعمل أو تشتغل بعمل جديد أو عروض لعمل جديد أو تترقى بعملك هي من 9-5 إلى 2-6 بدك تحذر من أي مشاكل إلها علاقة بالعمل هي فترة تراجع عطارد اللي هي من 30-5 إلى 22-6 المريخ وتواجده في هذا البيت من 4-3 لغاية 23-4 وكسوف الشمس الحلقي اللي رح يصير يوم 10-6 أما بالنسبة للبيت السابع طبعا البيت السابع هذا بيت يعني بعطيك حضوض قوية جدا ولكن المشكلة إنه أي كواكب بتتواجد مقابلك تماما بتعطيك حظ ولكن بتسحب منطاقتك يعني بكون ما عندك طاقة ما عندك جلد ما عندك قدرة على إنجاز أو إتمام المهام فعشان هيك بتعاني فيها شوي وخصوصا لما الشمس تكون مقابلك تماما هي بتتعبك هذا البيت اللي هو البيت السابع اللي هو علاقة بالشراكة في العمل في العاطفة اللي هو زي زواج مثلا أو الزوجي السمعة الشخصية الخطبة والزواج والطلاق توقيع العقود التجارية والأعداء الظاهرين والعالم الخارجي والقضايا والدعاوى القضائية طبعا هاي الفترات اللي هي بتيجي من اثنين ستة لغاية ثمانية وعشرين سبعة هي اللي فيها مجمل الأحداث اللي رح تتعلق في هذه الأمور وجود الشمس من واحد وعشرين ستة لغاية اثنين وعشرين سبعة رح تعطيك حظود ممكن تبدأ تفكر في موضوع الارتباط أو الزواج أو صير فرص للارتباط والزواج ولكن قوتها هي بوجود الزهرة في هذا البيت اللي هي من اثنين ستة لا سبعة وعشرين ستة ممكن يعني يصير في شوي إلها علاقة بقضية حسم لا إلك أو إن حكم لك حكم مثلا أو ترفع قضية على أشخاص فاستغل فترة الزهرة ولكن بدك تحذر أنك ترفع قضايا أو ترفع عليه قضايا اللي هي فترة من ثلاثة وعشرين أربعة ولغاية 11 ستة أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا البيت الثامن هو بيت التركات والديون والضرائب والشؤون المالية المتعلقة بشراكة يعني أي مال مشترك هذا البيت إلو خاص فيه وصحة أحد الأحبة وبرو بدل على التغييرات الروحانيات والعالم الآخر والجنس والشهوات والانتحار والاختفاء طبعا هذا البيت هو تأثيراته وقوته بتكون من سبعة وعشرين ستة لغاية اثنين وعشرين ثمانية الشمس بوجودها يعني ممكن تفتح عليك أمور زي هيك أو تهتم بالضريبة بالتأمين تخلص بعض الديون مطالبة ببعض الأموال اللي لإلك هي من اثنين وعشرين سبعة لاثنين وعشرين ثمانية ولكن وجود الزهرة هي اللي ممكن تجيب لك مثلا اهتمام بالروحانيات أو أنك تهتم بصحة أحد الأحبة أو ممكن أنك أنت تنهي قضية مالية أو تحصل على أموال لإلك أو دعم خارجي أو أموال الشريك مثلا زي الزوج هي من سبعة وعشرين ستة إلى اثنين وعشرين سبعة احذر من الخلافات وراقب صحتك بشكل جيد اللي هي بالفترة اللي بتيجي من 11.6 إلى 29.7 بالنسبة للبيت التاسع وهو أقوى البيوت بالنسبة لإلك والكثير من الأشخاص بكونوا يسألوا عن الهجرة أو عن السفر أو عن الدراسة الجامعية عن الامتحانات هذا البيت بيتك التاسع اللي هو برج العذراء هو المسؤول عن السفر لبعيد والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد الأمور الفلسفية والدينية والمعتقدات الروحية والدراسات الجامعية والاستيراد والتصدير والأمور القضائية طبعا أكثر التركيز رح يكون عليه من 22.7 لغاية 22.9 الشمس بتلعب دور كبير أثناء وجودها في هذا المكان اللي هي من 22.8 إلى 22.9 الزهرة بتعطيك فرص كبيرة لاللي بغد ملاهجرة أو بدهم يهاجروا أو تقديم طلبات أو تجديد إقامات لألهم اللي هي من 22.7 إلى 16.8 وممكن يكون فيها مثلا تمنح جنسية مثلا أما بالنسبة للمريخ المريخ من 29.7 إلى 15.9 بنقول لك هنا في هاي الفترة احذر من الامتحانات بدك تدرس وتتعب على نفسك بدك تركز إذا كان عندك سفر أو عندك مثلا أعمال مراسلات بدك تدقق بالتفاصيل بشكل كبير وما تعتمد على الحضوظ نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر هذا بيت السمعة بيت المركز الاجتماعي والشؤون الحكومية والسياسية وعلاقتنا برؤسائنا وزملائنا في العمل والترقيات وإثبات الذات والمشاريع المهمة كما بدل على الأم عشان هيك هذا البيت بيت السمعة يابشهرك وبيخليك مشهور وبمنصب عالي جدا ياب بجردك من كل الميزات وبنزلك تحت الأرض فعشان هيك بدك تكون حذر من التواريخ هاي لأنه بيت السمعة بيت مش سهل فبدك تعرف إمتى تستغله وإمتى تحذر منه مثلا أثناء وجود الشمس اللي هي من 22.9 إلى 23.10 بيأثر إيجابي وسلبي يعني بعطي إشي منتزج فعشان هيك لما نقول إحنا من 16.8 إلى 16.11 هاي الفترات اللي بتركز بيت السمعة بيكون بكامل طاقته عليك فعشان هيك أفضل الفترات اللي تستغلها عشان شهرة أو منصب أو ترفيع أو ترقي هي من 16.8 إلى 10.9 أما بالنسبة للفترات اللي بدك تمسك حالك من مخالفة القوانين والمجازفات والمغامرات والأشياء اللي بتشوه السمعة شو ما كانت اللي هي فترة تراجع طارد اللي هي من 27.9 إلى 18.10 وفترة وجود المريخ في هذا البيت اللي هي من 15.9 لغاية 30.10 وصلنا لبيت الأصدقاء بيت العلاقات الاجتماعية اللي هو بيتك 11 اللي هو برج العقرب هذا بيت الرغبات والأماني والأمال والصداقات والنشاطات الاجتماعية والأصدقاء الموثوق فيهم اللي بيقدموا لك نوع من أنواع الدعم والحماية وبرضو يدل على اتباع العواطف المتعلقة بالحب العذري طبعا هاي الفترات هي راح تكون تركيز عليها من 10.9 لغاية 17 ومن 23.10 لغاية 24.11 أقواها راح تكون بوجود الشمس هي 23.10 لغاية 22.11 ولكن الفرص القوية اللي ممكن أنت تنشط ما بين الأصدقاء أو يجيك دعم من بعض الأصدقاء أو تتجاوز محن بمساعدة بعض الأشخاص هي من 10.9 لغاية 17 بدك تحذر من أي شيء له علاقة بالمشاكل أو خسارة الأصدقاء اللي هي من 30.10 لغاية 13.12 وأخيرا على أخطر بيت اللي هو البيت المتعب احنا بنسميه بيت المتاعب بيتك 12 اللي هو برج القوس دائما أي كواكب بتتواجد في هذا البيت دائما لإلك أنت تحديدا بتتعبك أو بتضعفك أو بتسبب لك نوع من أنواع الاكتئاب أو التقلبات فطبعا هذا البيت له علاقة بالمؤسسات الكبيرة له علاقة بالمستشفيات والمكوث في المستشفيات السجون وصلاة عرض الفنون والتقييدات والأسرار هذا بيت المتاعب بيت المحن الكبيرة والأمراض الخطيرة المهلكة والمزمنة بيت السجون والمعتقلات والأعداء الخفيين والوحدة والعزلة والاكتئاب وما هو مقدر على الإنسان طبعا هو رح يكون أصعبها فترة وجود الشمس في هذا البيت اللي هي بصير فيه تعطيل بصير فيه الأمور ما بتمشي معك بشكل قوي أشخاص بتظهر لك نوع من أنواع العداء لا إلك ناس بتتآمر عليك بالخفاء فهي فترة وجود الشمس من 22-11 إلى 21-12 هي رح تتعبك شوي ولكن التركيز هو كامل على هذا البيت من بداية العام لغاية 8-1 من 17 لغاية 5-11 ومن 22-11 ولغاية 21-12 طبعا وجود الشمس هو أكثر إشي رح يكون عائق إلك هو والمريخ فعشان هيك من 22-11 لغاية 21-12 صعب جدا ده تكون حذر الزهرة تدعمك في أوقات زي من بداية العام وحتى 8-1 من 17 لغاية 5-11 بتكون زي الملاك الحامي أو الحارس اللي ممكن تكشف عينك أو تتفادى مخاطر معينة اللي شوي تنتبه وما تجازف وما تغامر طبعا أي أعراض صحية بتحس فيها بالفترات اللي هي من 22-11 إلى 21-12 راجع طبيبك وما تستنى وبرضو فترة وجود المريخ اللي هي من 13-12 وحتى نهاية العام واحذر بالتاريخين هذول خسوف القمر الكلي اللي هو بصير يوم 26-5 بدك تحذر تراقب صحتك بشكل جيد ما تستهين إن شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك وكسوف الشمس الكلي اللي بصير يوم 14-12 طبعا مش معناها إنه رح يصير عليك خطر ولكن اللي عندهم أمراض مزمنة أو بشعروا بأشياء ممكن إنها تتخربط عندهم مثلا السكر يتخربط عندهم الضغط يتخربط عندهم الغدة مثلا آلام قديمة تظهر على الساحة فممكن إنه تستغلوا إنه مراجعة الطبيب بالفترات هاي عشان تتواقوا أي مخاطر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا العام والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء